بسم الله الرحمن الرحيم عزيلا مشاهدي قناة النادي الاهلي وجمهوري النادي الاهلي في كل مكان اهلا برحمة بحضراتكم مع انها في حلقة جديدة من الابطال حقيقة نهاردة حلقتنا حلقة مختلفة شوية عن الحلقات الماضية نهاردة هنتكلم عن تخصص مهم جدا في الرياضة طبعا كل اللي بيلعب رياضة او مرس رياضة او مهتم بالرياضة يعرف كويس او ناحية بدنية ناحية تدريبية ناحية فنية إنما الحقيقة فيه يعني خط موازل ده لا يقل أهمية عن اللي احنا بنتكلم عنه النهاردة التطوير ده حاجة مهمة جدا إزاي اللعب يكون عنده يعني رغبة في التطوير مش بس إنه يبقى لعب كويس لا يطور طيب ونفسيا اللعب إزاي يكون عنده صحة نفسية جيدة إزاي اللعب يكون عنده منتاليتي يقدر بيها يقدر بيها يتطور ويقدر بيها يروح لنقطة أبعد من اللي هو فيها دلوقتي الطب النفس الرياضي والتطوير والتدريب كل ده لي أسس دلوقتي موجودة وعلم والدول اللي سبقتنا في الرياضة الحقيقة بيهتموا بشكل كبير جدا عندنا في مصر المجال ده موجود ولكن هتلاقي المجال ده موجود في بعض الأندية وبعض الأماكن وبعض الاتحادات اللي واخد بالها إنه ما ببقاش سياسة عامة النهاردة الحقيقة معنا ضيف خبير واستشاري في هذا المجال هيكون معنا دكتور شريف سلاح الدين استشاري التدريب والتطوير والحقيقة دكتور شريف من أبناء النادي الأهلي وطبعا اشتغل في الأعداد النفسي والطب النفس الرياضي مع فريق الكرة الطائرة وهدي حضراتكم أمثلة كثيرة وهيكون لها رد النهاردة أكيد مع ضيف العزيز دكتور شريف يعني مثلا ممكن يكون عندك في الفرقة لعيب كويس جدا جدا وملتزم وبيتمرد تدريباته بشكل يومي وزي الفل واربعتاشر بس ما بيتطورش اللعيب وصل لسقفه معين مش قادر تاخد منه أكثر من كده إيه السبب هنعرفه مع دكتور شريف لعب يكون مثلا كويس جدا في التمرين كويس قوي في التمرين بيبقى سوبر أول ما يتحط في مطشي وسفارة الحكم بسفارة البداية بيبقى لعيب مختلف تماما وأداءه سيء جدا وده اللي بيطلق عليه في الرياضة لاعب تدريب هو ما فيش حاجة اسمها لاعب تدريب ولاعب مباريات ولكن إيه الفرق بين ده وده؟ ده عنده سيكولوجية ونفسية بتؤهله أن يلعب في المباريات وده ما عندهوش طب ده ليه حل أوه ليه حل ونشوفها مع ضيف العزيز طيب لعيب في المطشاط الضعيفة كويس جدا جدا وتلاقيه زي التمارين زي المطشاط الضعيفة حاجة سوبر ييجي في المطشاط المهمة أو البطولة يعني يبقى مطش مهم نكسبه ناخد بطولة تلاقيه أداءه اختلف وبقى 10% من الأداءه الطبيعي يعني طول ما المطشاط دي مش على بطولة هو بيلعب وبيقدي طول ما المطشاط ما هيش أو يمكن تعوضها مباريات يمكن تعوضها متلاقيه كويس مباراة ما يمكنش تعوضها زي مباراة كؤوس أو نهايات تلاقيه بقى لعيب تاني خالص إيه السبب هنعرفه مع دكتور تشيليب كمان طيب لعيب عدواني بشكل كبير مع زميله براون هو مش كده يعني لعيب في العادي وفي الحالة الاجتماعية لطيف جدا نزل الملعب بقى عدواني مع زميله ومع الفرقة التانية وبقى عنيف جدا وبقى أجريسف سببها ايه برضو هنعرف حاجة زي كده لعيب عصبي جدا في الملعب يعني الناس كلها قلت لك لا 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 لعيب ده ترابل ميكر وعصبي بتاع كويس مثلا مش عايزهم معي في الفرقة الحقيقة ده لعيب عصبي جدا حل موضوع زي ده ايه لعيب كويس جدا وبيلعب تمارين كويس ومطشاط ضعيفة كويس ومطشاط مهمة وحاسمة كويس بس ييجي في قرار حاسم جوا المباراة قرار حاسم اخر تلاتين سانية اخر عشرين سانية يهرب من الكرة زي ما بيقول او يحاول ما ياخدش قرار يحاول يكون يعني زي ما بيقوله سليف كده يعني مش ماستر مش بيقود طب ده سببه ايه هنعرف برضو والموضوع ده ما بيخصش اللاعبين والمداربين فقط لا احنا ممكن نروح لأولياء الامور النهار ده أولياء الامور ازاي تتعامل نفسيا مع ولاده كل وليه امره واب وام عايز ابنه بطل هل ده ممكن هل ده هييجي بالضغط العصبي على ولادي او الضغط العصبي على ابنائي ان انا عايزه بطل انت بطل انت بطل يخسر مباراة زعقله يقدي وحشة زعقله هل ده هيحصل كده ولا ان ابني يكون بطل ده شيء قدر يباحت انا باخد الطريق وبعمل الفدية واللي علي كاب وبسيب الموضوع للعلم والمدربين ونحل فانيه هل تتكلم برضو دي هنشوف ازاي نخطب هنا من خلال ضيف العزيز ازاي نخطب أولياء الامور ازاي نخلي أولياء الامور عندهم فكر يتعامل ازاي مع ابنه لو عايزه بطل وازاي بقى دايما متقبل فكرة انه ممكن ابنه يفشل ازاي دي مش يفشل يعني في حياته الرياضية لا يفشل في المباراة يأدي وحش ازاي يتقبلها وازاي يطلع منها بسرعة طب موضوع ده يهم بس هؤلاء الامور واللعبين لا كمان يهم المدربين النهاردة بتلاقي مدربين عظام كتير جدا وفنيا حدس ولا حرب ولكن تيجي يقولك اه ما بيخسر عنده مشكلة نفسية مع اللعبين لا 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 يعني ده مدرب ظالم لا لا اللعب هتحبش تلعب معاه مبرامة فنيا كويس جدا بس المدرب مش قادر يقود الفرقة نفسيا ويوصل بيهم من ناحية نفسية وفنية كويسة يقدر يكسب بيهم طب الموضوع ده يخص بس عناصر اللعبة لعيبة مدربين اولاء امور طب اقول لكم على الحاجة يخص الجمهور كمان ازاي الجمهور يتقبل انه يشجع فرقته احنا نهارده سمعنا عن احداث كتيرة جدا واحد يكون بيشجع فرقته فرقته وتخسر يجيله ازمة صحية مش بنسمع ده بنسمع ده كتير وكل يوم والتاني بنسمع حاجة زي كده هل ده صح طب هو ليه حصل له كده ليه مش متقبل ان فرقته ممكن تبقى وحشة ليه مش متقبل ان فرقته النهارده ممكن تبقى مش في اداءها طيب ازاي ده يبقى هو يفهم ان ده رياضة والرياضة في الاول وفي الاخر مكسب وانا عايز فرقته تبقى احسن حاجة ولكن مش هلحسب صحتي مش يعني لما اسرته تفتقده اكيد ده حاجة مش هليبقى سعداء بيها طيب ده محتاج ايه هو مش هلحسب هو ما فيش فيده حاجة يغيرها يعني هو مش هيبقى بخوفه على فرقته ويخلي فرقته احسن مش هيصل حاجة ولكن بالمنتالي بتاعته يقدر هو يعدل من نفسه هو ازاي يتقبل ده وازاي يحط ده في حجمه الحقيقي الطبيعي كل العناصر دي وكل المجالات دي والكلام اللي بيتدار عن هذا الموضوع في منتقى الاهمية لانه الحقيقة في الاعلام الرياضي محدش تترقله بالاهم كالنهاردة فردين وقت طويل جدا من حلقتنا عن هذا الموضوع هنتكلم مع ضفنا الدكتور شريف سلاح الدين طبعا استشاري التدريب والتطوير ولليه كمان بعد كبير